من مصدر مسؤول يتوقع ان ما بقولش قراره هو يتوقع ان يحفظ الاتحاد الافريقي الشكوى الخاصة باللاعب الكنغولي الرواندي او لاعب فيتا كلاب عشان ما حيركوش بالنسبة للاندي اما بالنسبة للمنتخب فتم استبعاد رواندي وتكون ودخلت تاني يتوقع ان الشكوى مش حضر النادي فيتا كلاب ولو اضرته حضره لصالح الليلة للسودان وبالتالي تتلاشى تماما امال نادي الزمالك في اه يعني استبعاد النادي لانه في وقع ممثلا نادي القطن الكاميروني غير وقعة مازينبي اللي كانت بعلم النادي وتحقيل الاتحاد الافريقي اللي اجريه في سرية تم يوم 11 اثبت ده او اكد ده ده خبر استبعاد رواندا ولما يطلع الاتحاد الافريقي يعلن خبر استبعاد رواندا على موقعه هقول لكم بس ايه عشان اقوله بالتفصيل اه تبقى القصة واضحة لحضراتك وده على موقع الاتحاد الافريقي اه اللي كرة اه القدم اللي هو اه الكاف قرار الاتحاد الافريقي استبعاد منتخب رواندا من دور من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2015 بالمغرب بعد ما تأكد مشاركة اللعب تاجي ايتي كيامة مهاجم في تكلب الكنغولي في مباراة منتخب بلاده ببطاقة هوية مزورة رواندا كان فاز على الكنغو بركلات الترجيح وصعد على اثرها الى هذا الدور ولكنه تم استبعاده لما الاتحاد الافريقي بيعلن هذا القرار مبكرا تعرفوا انه غالبا مفيش حاجة ضد نادي فيتا كلوب خلاص يعني رواندا على قد ما انا قدرت ارى واشوف يعني فبرة خلاص الغالب ده من المصدر المسؤول والمؤكد ده من عندي انه فيتا ومازنبي اللي اتنين هيوصلوا الى الدور نصف النهائي كمان فيتا كلوب عمل على اه موقعه بيان هو اه الاخر اه لانه هما مسدقوا انه هما اه وصلوا ما كانوش مسدقين انه هما وصلوا لكن منهم للبقى الزمالك والهلال السوداني اللي عملوا فينا كده بالنتائج والمتوضع نادي الموقع راسم النادي فيتا كلوب سخر من الزمالك ومن الهلال بعد الشكوى اللي تقدموا بيها اه ضد فيتا للكاف وقالوا ان الناديان بيبيعوا الوهم لجماهيرهم وقالوا انه احنا ليس لنا علاقة بالموضوع واضحوا انه قصة لا يوجد لفيتا اي اه يعني زنب فيها وبالتالي انه النادي المكمل على فكرة بقولش معلومات لا من مواقع ولا بقول معلومات من عندي انا بقول لكم من مصدر مسئول هام جدا غير الكابتن شطة عشان ما حدش بس يروح دماغه يروح للكابتن شطة غير الكابتن شطة ولكن مصدر مسئول هام جدا في الاتحاضر افريقي اه اكد لي هذه المعلومة امس وقال لي ده قرار اللي هيصدر يوم عشرين وقال لي انه هيتم استبعاد المنتخب الرواندي وبالفعل تم استبعاد المنتخب الرواندي النهاردة وبالتالي على الزمالك انه ي اه يفكر في القادم قادم اللي هو الدوري المحلي القادم اللي هي اه اه البطولة الافريقية اه المقبلة الكنفدرالية اللي الزمالك مشارك فيها اه بصفته بطلا لكأس مصر احمد فتح بيبدو انه احمد فتح موسيقى موسيقى